اسم العراق يذكر بشكل يومي بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وذلك من أجل الضغط على إدارة بايدن لإيقاف أي استراتيجيات مفاجئة ممكن أن يتبعها بايدن في الداخل العراقي وينسحب كما فعل في أفغانستان واحدا من هذه الأطراف هي وهو لينزي جراهام السيناتور الجمهوري الذي شن يوم أمس جوما على الفوكس نيوز على الرئيس الأمريكي جو بايدن وطبيعة الاستراتيجيات التي تبعها في أفغانستان بالإضافة إلى ذلك أنه كشف معلومات خطيرة جدا عن ما جرى وعن التقارير التي طلع عليها جو بايدن قبل الانسحاب من العراق في عام 2011 عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فالتفاصيل هذا الموضوع واللي كشفه طبعا على الفوكس نيوز قال بصريح العبارة بأن جو بايدن كان يعلم وكانت لديه تقارير تؤكد بأن تنظيم داعش من الممكن أن يظهر في الداخل العراقي ومن الممكن أن يسيطر على مساحات شاسعة في العراق وحتى في سوريا ولكن مع ذلك هو أصر على عملية الانسحاب وأقنع باراك أوباما على الانسحاب بشكل مباشر في عام 2011 وهذا طبعا هو ما تمس سحبت الولايات المتحدة الأمريكية ولكن وضع خطة بديلة في حالة ظهور تنظيم داعش بحسب هذه التقارير التي طلع عليها أنه يواجهوهم بالطائرات المسيرة في حالة تزايد تواجدهم أو تزايد خطر هجماتهم الإرهابية ولكن هذا طبعا لم ينفع وفي نهاية المطاف تنظيم داعش سيطر على العراق وسيطر على سوريا وأخذ مساحة وصلت إلى أنه المساحة وصلت إلى أكبر من فرنسا وصلت مساحة طبعا تنظيم داعش اللي مسيطر عليها في العراق وفي سوريا إنها تساوي تماما مساحة بريطانيا وهذا طبعا الأمر هو الذي تكرر فيما بعد بعد كل هذه السنوات من عام 2014 والقرار اللي اتخذ بالألفين وداعش ها هو يتكرر في أفغانستان وأنه طبيعة الانسحاب اللي سواها وطبيعة تطبيق هذا الانسحاب اللي اتخذه طبعا هي اللي خلت حركة طالبان تعود وكذلك داعش خرسان يظهر وكذلك تنظيم القاعدة وأيضا اتبع نفس الطريقة بأن استخدم منظومة الطائرات المسيرة من أجل أيضا ضرب داعش خرسان كما شاهدنا واعتبر بأن بهذه الطريقة يستطيع مقاتلة هذه الأطراف الإرهابية الموجودة في أفغانستان وبالتالي هذا الأمر طبعا يتناقض مع عملية انتهاء الحروب الأبدية وفي نفس الوقت هو لا زال يستخدم الطائرات المسيرة في عملية الهجمات هذه وبالتالي هو أيضا رأى السيناتور غراهام بأن هذه الأطراف أيضا هي لا تريد فقط الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج من أفغانستان بل أنها تريدها أن تخرج من الشرق الأوسط كل لذلك هو يرى بأنه تصاعد الإرهاب سيكون كبيرا في داخل أفغانستان وهذا سيؤدي إلى تصاعد الإرهاب في العراق وكذلك في سوريا وستهدد الأمن القومي الأمريكي بشكل كبير لأن داعش سبتمبر أصلا هي جاءت من أفغانستان تحديدا بشكل مباشر هي لم تأتي من العراق وعلى هذا الأساس وبتصاعد الإرهاب بهذا الشكل ووجود الآن مقاومة ضد حركة طالبان وهناك يعني حقيقة ليس هناك أي دعم لا من أوروبا ولا من الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المقاومة طبعا هو يتوقع بأنه ستكون هناك حرب أهلية في ظل هذه الظروف وهذه الأطراف الموجودة خاصة وأن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بعد إيمان الظواهري هو دخل ووصل إلى العاصمة الأفغانية كابل قادما من باكستان قيادات القاعدة كلها رجعت إلى أفغانستان وبالتالي هذا الكمبنيشن وهذا الخليط اللي هو بين حركة طالبان وطبعا تنظيم القاعدة وكذلك وجود داعش خرسان هو يؤكد بأن الأمور لن تكون على ما يرام في الفترة القادمة وأنه ستكون هناك حرب أهلية وعلى هذا الأساس هو اعتقده ووضع تصريحا مهمة على الفوكس نيوز يوم أمس قال سنعود من جديد بعد سنة من الآن لغزو أفغانستان كما عدنا في العراق وفي سوريا وطبعا شوف هذا التصريح اللي قاله بصريح العبارة وثبت على هذا الأساس ستوفر طالبان ملاذا آمنا للقاعدة التي لديها طموحات لإخراجنا من الشرق الأوسط ومهاجمتنا بسبب اسلوب حياتنا سنعود إلى أفغانستان مثل ما عدنا إلى العراق المشكلة أن هناك طرفا آخرا يعني حقيقة تعتبر كل الأخبار اللي صارت في أفغانستان هي أخبار جيدة لهم اللي هي إيران خاصة أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان الآن أعطى فرصة لإيران في الفترة القادمة أن تقوم بتجارة ممتازة ومميزة دون وجود أي رقابة من الولايات المتحدة الأمريكية عليهم وبالتالي يستطيعون أن يرفعون من عملية التجارة مع أفغانستان بشكل مباشر وكذلك أن أفغانستان معروف عنها بأنها دولة ليست متقدمة هي دولة فيها ليس هناك كثير من التقنيات بها ولذلك ممكن لإيران أن تقدم أيضا تقنيات التي تمتلكها على عدد من المستويات المستويات الطبية المستويات الأخرى وبالتالي هذا يؤدي إلى رفع طبيعة التجارة بين إيران وبين أفغانستان وبالتالي هناك انتعاش كبير جدا حتى على المستوى الجغرافي هي ستفتح على هذه الحدود طبعا نحن نتحدث على تقريبا 900 كيلومتر الحدود بين إيران وبين أفغانستان ستفتح بابا جغرافية مهمة لإيران لكي تعبر طبعا أفغانستان إلى الأراضي الصينية وبالتالي سيطرة هائلة جدا وتعطيها ارتياح كبير جدا لإيران من طبيعة الخلاص من أي قيود أمريكية على أي مستوى إذا هذه الإدارة أو أي إدارة أخرى عادوا للاتفاقية النووية أو لم يعودوا هم لديهم تجارة عالية جدا مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة أيضا ميناء جاسك للنفط الذي هو تعدى مضيق هرمز وبالتالي لديهم ارتياح كبير جدا وهذا الذي يوضح أن إيران ستكون أيضا قوية في طبيعة المفاوضات النووية لأن الظروف هناك ارتباك كبير جدا للولايات المتحدة الأمريكية وإيران أصلا بدأت باستغلال هذا الأمر من الآن يوم أمس يعني زادت من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الارتباك بحقيقة تقرير صدر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد بأن مع التخصيب بنسبة 60% الآن اللي هي جارية حتى هذه اللحظة لليورانيوم في الداخل الإيراني انتاج اليورانيوم زاد بهذه النسبة ووصل إلى 10 كيلو جرام بعد ما كان طبعا انتاج مالتهم قبل ثلاثة أشهر هو 2.4 كيلو جرام من نسبة التخصيب بنسبة 60% وأيضا هما يمتيكون الآن حقيقة 20% من 20% من التخصيب اللي هما سووا يمتيكون تقريبا حقيقة 84 كيلو جرام وهذا ارتفاع من 62 كيلو جرام من قبل ثلاثة أشهر شوفوا الارتفاع الكبير وطبعا هذه النسبة تحديدا 10 كيلو جرام من التخصيب بنسبة 60% هي تدخل في مسائل التسليح بشكل كبير لذلك إيران تضغط وتضغط بقوة كبيرة جدا الآن على الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات النووية الآن بالنسبة لمجلس الشيوخ هو لا ينظر فقط إلى هذه الأمور وطبيعة الارتياح اللي دتصير والأمور اللي دتمشي عكس التيار اللي هم ما ديريدو هم يرون أيضا بأن جو بايدن أصلا هناك معطيات ممكن على أساسها يتبع ما اتبعه في أفغانستان في الداخل العراقي دراسة مهمة جدا صدرت من الاسوشيتيت برس عن طريق سنتر ومركز للدراسات اسمه NORC سنتر وهذا طبعا سوى دراسة وبول طبعا واستفتاء حقيقة للشعب الأمريكي عن طبيعة ما يريده الشعب الأمريكي من عدد من الأمور وخاصة المتعلقة في السياسات الخارجية وتبين فيما بعد بالنسبة طبعا لهذه الدراسة بأن الأمور بالنسبة للعراق لا تختلف عن أفغانستان فانسئلوا سؤال هل تعتقد أيها المواطن الأمريكي بأن القتال في العراق هو كان يستحق الأمر سئلوهم عن العراق وعن أفغانستان والنتيجة في العراق كانت 63% بأن الأمر لا يستحق القتال في العراق وهذه النتيجة طبعا هي 62% في أفغانستان بأنه أيضا الشعب الأمريكي يعتقد بأنها لا تستحق القتال شوف العراق يعني أعلى من أفغانستان وبالتالي بحسب هذه النسبة ممكن لجو بايدن تماما أن يتخذ نفس القرار الذي اتخذه في أفغانستان في الداخل العراقي وبالتالي تبدأ مشكلة حقيقية جدا في المنطقة يحاول الجمهوريين يحاولون في مجلس الشيوخ أيضا الجمهوريين أن يكسبون عددا من الديمقراطيين لإيقاف أي مستوى من الانسحاب ممكن أن يتوجه إليها طبعا جو بايدن في الفترة القادمة على المستوى العراقي وإعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان وهذا هو طبعا ما يتأمله الجمهوريين بشكل عام